لا يزال الفلسطينيون في قطاع غزة بانتظار تحقيق نتائج على الأرض للتفاهمات التي أبرمتها الفصائل الفلسطينية مع الكيان الصهيوني برعاية مصرية وبضمانة قطرية وأممية ورغم زيادة مساحة الصيد المسموح بها للصيادين وتحسن التيار الكهربائي وتحسن حركة الاستيراد والتصدير إلا أن ذلك كان من ضمن تفاهمات المرحلة الأولى إذ أن مشاريع البنية التحتية ومشاريع التشغيل تمر ببطء شديد ولم ينجز منها إلا القليل لسيما وأن هذه المشاريع ترتبط بأطراف داعمة مصادر فلسطينية من غزة رجحت أن تبدأ المرحلة الثانية من ملف التسهيلات للفلسطينيين قريبا والتي تشمل تطوير وإنشاء المزيد من المدن الصناعية وتسهيل مرور المواد الخام الممنوعة حاليا وهو الملف الأهم في التفاهمات خلال الأشهر القليلة المقبلة المصادر ذاتها أكدت أن تفاهمات التهديئة بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني غير مرتبطة بوقف مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة باستثناء وقف الوسائل الهجومية التي يستخدمها المتظاهرون وهو ما تحقق مؤخرا إلا أن هناك تلويحا غير رسمي بإعادة تفعيل هذه الاستراتيجية للرد على المماطلة الصهيونية والبطء الواضح في تنفيذ هذه التفاهمات تفاهمات أكدت حركة حماس أنها ما زالت قائمة ولم تشهد أي انتكاسة تذكر إلا في حال عدم التزام الاحتلال بها وهو ما يعني استئناف مسيرات العودة وكسر الحصار من جديد وتشدد حماس على أن تفاهمات التهديئة التي تمت لا تتعارض مع مخططات التصدي لخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق ما سميت بصفقة القرن وتبقى بعض النقاط الخاصة بملفات الكهرباء والمساعدات المالية المتعلقة بالأسر المحاصرة بانتظار تنفيذها في الفترة المقبلة إلا أن استمرار الاحتلال في مماطلة تنفيذ اتفاق التهديئة قد يؤدي إلى عودة التصعيد الفلسطيني بخيارات مفتوحة